اهلا بكم من لندن الى بروكسل مرورا بباريس طلب الرئيس الاوكراني فلادمار زيلانسكي حلفاء بلاده بمنح كييف طائرات مقاتلة حديثة للتصدي لهجوم القوات الروسية لكن من الصعب تلبية هذا المطلب المعقد في ظل تردد الغرب في اتخاذ تلك الخطوة خوفا من تصاعد حدة الصراع فالولايات المتحدة اكبر الداعمين لاوكرانية تستبعد حتى الان تزويد كييف بطائرات F-16 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتين وهي واحدة من اكثر المقاتلات انتشارا في العالم وتمتلكها العديد من الدول الاوروبية اما فرنسا فقد اكد رئيسها امانويل ماكو خلال استقباله نظيره الاوكراني في باريس انه لا شيء مستبعدا فيما تعلق بتزويد كييف بالطائرات المقاتلة بحسب مصادر عسكرية فرنسية فان باريس لديها 13 طائرة من طراز ميراج الفين سي كانت قد خرجت من الخدمة قبل بضعة اشهر ولا تزال لديها بعض الامكانات مؤكدة في الوقت نفسه ان اعادتها الى الحالة الطبيعية ستتطلب وقتا فضلا عن عدة اشهر لتدريب الطيارين الاوكرانيين على قيادتها هولندا هي الاخرى لا تستبعد منح كييف بعض طائراتها من طراز F-16 على ان تعوضها بمقاتلات F-35 لكن شركاء اخرين بصدد تغيير موقفهم فبعد استبعاد لندن تسليم طائرات يورو فيتر تايفون وF-35 الى كييف في يناير الماضي وعد رئيس الحكومة ريش سونك بتدريب طيارين الاوكرانيين وفقا لمعايير ناتو كما طلب سونك من الجيش البريطاني دراسة امكانية تسليم طائرات مقاتلة لكنه اكد ان ذلك لا يمكن ان يحصل الا على المدى الطويل في المقابل حذرت روسيا من ان تزويد اوكرانيا بالطائرات المقاتلة سيكون له عواقب عسكرية وسياسية على العالم باسره مؤكدة ان تلك الخطوة تهدد باتساع نطاق المواجهة وفق قبراء عسكريين فان الطائرات المقاتلة الغربية ستتيح ضرب القوات الروسية على مسافات بعيدة وردع القذفات الروسية من قصف الارادية الاوكرانية لكن هذه الطائرات وحدها لن تكون حلا سحريا فضلا عن ان بعض نماذجها ليست مناسبة لمصرح العمليات في اوكرانيا شاهدين كان هذا عرضا موجزا حول مساعي كييف للحصول على طائرات مقاتلة من الغرب شكرا لطيب المتابعة